السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أبطال الآن بتكلم عن برنامج دروب برنامج دروب برنامج جدا جدا رائع يتيح إذاك أخذ شهادات بالملايين ومع ذلك شهاداتك تاخدها بالمجان الدورات التدريبية كثيرة أي شيء يخطر على بالك تبقى تتعلمه رح تتعلمه أونلاين مع أخذ شهادة زي ما أنتو شفتوا الآن شهادة إتمام دورة إلكترونية حصلت على الشهادة قبل سنتين طيب تتكلم عن تطوير الذات وفي بعد أخذت شهادات كثيرة ومنها رح أراويكم شوي الآن هذه الدورات كلها أني أختها من برنامج جروب وحصلت على الشهادة وأقدر أطبعها وأستفيد منها في السيبي بالحقيقة فاتتني في السيبي أي السيرة الداتية شوفوا لاحظوا هنا الدورات المسجلة فيها أنا طيب إدارة المشاريع أخذ قيات العمل الذكي مهارة القراءة والاستيعاب خدمة العملاء إدارة الذات التصوير الفوتوغرافي وتحرير الصور سلسلة بناء الذات التحكم في النفس مهارات بناء وتعزيز الثقة بالذات إدارة الوقت تطوير الذات إدارة الضغوط في العمل وبالأخير مقدمة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشياء واجد هذه أختها الدورات كلها تقريبا قبل سنتين يعني اتخرجت من الكلية على طول أخذت هذه الدورات طبعا أحب أتعلم واجد أحب أتكدم في الحياة كل يومية أحب أتعلم أشياء جديدة كل يومية أحب أطور نفسي ما أحب أبك زي ما أنا يعني أنا الأمس غير عن اليوم اليوم يوم جديد صفحة جديدة فأحب أتعلم أشياء جديدة فكل ما عليكم نتون طيب لحظة كل ما عليكم تسجلوا مثلا تكتب في جوجل دروب طيب وبعد ذلك بعد دروب لحظة رح أعلمكم دروب أكتب دروب بعدها أضغط على نافذة الأولى أو أضغط على تسجيل الدخول هذا شكل البرنامج من الأمام طبعا هذا البرنامج أو التطبيق أو المتصفح وتيبر ندعن برنامج حكومي تطبيق حكومي متصفح حكومي إلا تسموه كما يدعم مليون مليون مستفيد وعشر مليون ساعة تدريبية تقريبا في تدريبات يعني في دورات لمدة ساعتين في دورات لمدة أسبوع في شهر في سنة بعض إذا تبغوا فأنتو كل ما عليكم ماذا تريدوا أن تتعلم مثلا تكتبوا إدارة الوقت تحطوا سيرت وتبحثوا للمطلع عندكم الصفحة بعدها إذا فتحت لكم الصفحة تبدوا بالدورة بس قبل ما تبدوا بالدورة لازم تسجيل دخول وإذا ما عندكم حساب لازم تسو تسجيل جديد أتمنى أني نفعتكم من خلال هذه الجولة اللي جد جد يعني نفعتني واجد وليش تختاروا دروب أولا أنه هي منصة وطنية تعليم ذاتي شهادات معتمدة لاحظوا مسارات تدريبية كثيرة وبرنامج تدريبي تخصصية يعني مثلا إنتو إيش تبغوا تصيروا في المستقبل اكتبوا عن التخصصية تبغوا اكتبوا مثلا أي شيء معلم على سبيل المثال يطلع عليكم ما يطلع معلم يعني الأشياء اللي تحفز النفس أشياء اللي تنمي الذات ادخلوا واستفيدوا واخدوا شهادات فقط لا غير إلى الزقاط اشتركوا في القناة